السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله هل تسبب السرطان هذا معروف Ilmeο حبوب الكتام في أليف خشبية من ضمن الأليف الخشبية هناك في توستيروجينات من الليغنان وهالفيتوستيرون 2 يعني هذه الفيتوستيرون 2 هيussianya تعمل هرمونات عند النساء والفيتوستيرون 2 هيثم تعمل هرمونات أخرى يع entertaining masters هي جيدة لنساء حبوب الكتام جيدة لنساء فيها الفيترستيرون وفيها حمض الالفا لينوليك لماذا؟ لأن القامة لينوليك هو حمض الأوميغا 3 لا يوجد في الطبيعة من قال أن حمض الأوميغا 3 يوجد في الطبيعة فقط كذا حمض الأوميغا 3 يوجد في الجسم ولا يوجد في الطبيعة الطبيعة حتى السمك وحتى السمسم وحتى الكتن وحتى جميع مصادر واللوز والجوز وبذور قرعية هذه كلها مصادر الفا لينوليك ثم في الجسم يتحول إلى القامة لينوليك أوميغا 3 الحمد الأوميغا 3 في الجسم وهذا الأنزيم داخل الجسم الدلتا سيكس ديساتيوريز باش نكونوا يعني مدقين واضحين مع الناس أنزيم الألفا سيكس ديساتيوريز هو الأنزيم الذي يحول الألفا لينولينيك إلى القامة لينولينيك هو الحمد الأوميغا 3 في الجسم إلا إلا أن بعض الأشخاص عندهم هذا الأنزيم مكبوح أو قليل أو لا يوجد هما المصابين بالسكري والذين يكسرون من اللحوم والذين يشربون كحول هذه الثلاثة عندهم الأنزيم مكبوح ولا يعمل جيد ولذلك يجب أن يستهلكوا كمية كبيرة من حبول كتات أو من مصادر الحمد الأوميغا 3 لأنهم لا يحصلون الجسم غير قاضر لكي يحول الألفا لينولينيك وحمد الأوميغا 3 داخل الجسم ولذلك لا يستفيدون منه يعني الذين يكسرون من اللحوم أعيد والذين يشربون كحول والمصابين بالسكري عندهم هذه الأنزيمات تكون عندهم ناقصة شوية يعني مكبوحة بمعنى أن الأشخاص الذين يكترون من اللحوم حتى ولو أكل مئتين جرام من الحبوب الكتان لا يستفيد منها يجب أن يتوقف أولا عن استهلاك اللحوم ثم يستفيد من حبوب الكتان ومن كل شيء إذا توقف عن اللحوم يستفيد حتى من الأدوية هذه لأن اللحوم تحبس الأدوية هذا جيد هذا الأنترفيرنس هذه الألياف الخشبية والزلوط هذه الغنية بحمض الأوميغا يعني ليش ثلاثة يعني الألفا لينوليك اللي يعطي حمض الأوميغا ثلاثة ثم فيها الفيتوستروجينات يعني هذه الأشياء ثم فيها بعض الأثر من الأملاح المعدينية مثل الكالسيوم والمانغانيزو ماغنيزيوم فيها هذه الأملاح المعدينية يعني بقلة يعني هذه الحبوب هي معروفة الحبوب كلها هذه نتكلمت عليها هي معروفة أنها ترفع المناعة في الجسم لماذا ترفع المناعة في الجسم وتحفظ الجسم من كثير من الخلل لأن العاملان الملكينين هما عاملان اثنين هما الألياف الخشبية والألياف الخشبية الألياف الغذائية فيها الفيتوستروجينات ثم حمض الأوميغا ثلاثة إذا اجتمعت الألياف الخشبية مع حمض الأوميغا ثلاثة لا يمكن يكون سرطان في الجسم ولا يمكن يكون أمراض القلب الشرائل ولا يمكن يكون إمساك على مستوى القولون ولا يمكن يكون حتى حصى في المرارة وفي الكليا لماذا؟ لأن كل الحوادث داخل الجسم يتسوى وحمد الأوميغا 3 هو سبحان الله هو رحمة الله التي خلق في هذه الأشياء هذا الحمد الأوميغا 3 لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما يتكلم عن الحب فهو تعبير شمولي والقرآن عام فيعني أن كل الحب يجب أن يستهلك فهذا التعبير بالحب كما قلت يعني الله جماع كل شيء في الحب لماذا ليبسط لنا الأشياء لا يمكن أن يعطينا لائحة وإلا سيكون القرآن في استلصفها يعطينا أشياء حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الحب السوداء فهو رمز إلى هذه الحبوب كلها ليس الحب السوداء فقط وقال حب السوداء لا ندري ما هي حتى يعني بعض العلماء الآن يشككون أنها حبة البركة ولا حتى العناء فأولا سنجب هذا اللي موجود في المغرب فعلينا تكلم عن الحب السوداء صلى الله عليه وسلم ليعلمي بأن لا ننسى يجب أن لا نتغاذى أو ننسى ويجب أن لا نهمل هذه الحبوب وقيمتها الغذائية كما تكلمنا في الحلقة الأولى في الفقر الأولى هذا التركيب الكيماوي وأهمية حبوب الكتان في التغذية أقول في التغذية هو ليس للعلاج هناك أشخاص سيسمعون هذا الحديث ثم يبدأوا في استهلاك حبوب الكتان وربما يفرطوا في استهلاك حبوب الكتان سيكون لديه مشكلة على مستوى الغذة الضرقية أنتوا دائما تكونوا تساعدوا في العلم نعم تساعد وتحفظ الجسم يكون أحسن أكيد وأهم من هذا وذاك وهي يجب أن تدخل النظام الغذائي تكون داخل في النظام الغذائي الأشياء التي يجب أن يستهلكها الشخص تقريبا يوميا هذه تكلمنا في الحلقة الأولى عن التركيز أو المستوى العالي من حمد الألفا لينولينيك الذي يتحول إلى جاما لينولينيك أو حمد الأوميغا 3 الأوميغا 3 يعني داخل الجسم هذا الأنزيم يعني دلتا سيكس ديساتوريز هي ستة دلتا ستة ديساتوريز هذه هي التي تحول هذا الحمد الألفا إلى جاما إلى حمد الأوميغا 3 أقولنا بأن الأشخاص اللي كيكون عندهم هذا الأنزيم ناقص أو مكبوح هما الأشخاص الذين يكتبون من اللحوم أشخاص الذين يشربون الخمر الكحول داخل الجسم الكحول لا يكبح جميع الأنزيمات وليس أنزيم دلتا سيكس ديساتوريز يعني الكحول يقتل جميع الأنزيمات ثم الأشخاص اللي عندهم أمراض السكري المصابين بالسكري كذلك مع الأسف الشديد والحمض الأوميغا 3 هو الذي ينفع أصحاب السكري لأن مضاعفات السكري هي أمراض القلب والشراين والكيني والحمض الأوميغا 3 يحبس هذه المضاعفات يعني يحد من مضاعفات السكري على القلب ولذلك المصابين بالسكري خصوص لما زال عدم أعمار شوية صغيرة يعني المقيد شباب من العشرين حتى ربعين سنة لعدم السكري في هذه الأعمار يجب أن يكتروا من حمض الأوميغا 3 وأن يبتعدوا من الدسيم الحيواني ثم إن شاء الله يعيشوا بسلام ليس هناك أي مشكلة أهميتها على الصحة هي الأهمية القصوة هي أمراض القلب والشراين لماذا؟ لأن حمض الأوميغا 3 هو يمنع تأكسد الكوليستيرول من الحميد إلى الخبز يعني يمنع لأن المصيبة الكبرى هي ما يتأكسد الكوليستيرول الحميد لأن الكوليستيرول الحميد يحفظ جسم كوليستيرول الحميد يحفظ جسم من السرطان فالHDL هذه الـ High Density Lipoprotein إذا تأكسدت إلى الـ LDL يعني Low Density Lipoprotein ثم يكون مشكلة لماذا؟ لأن الـ LDL هو اللي يخلي يحبس تأكسد الهوموسيستين فلا تخرج هذه الهوموسيستين من الجسم ثم تحفر أو تخدش أو تجرح الشراين من الداخل فتتكون هذه الصدادات على شكل صفائح داخل هذه الشراين وهي المشكلة الـ Arterosclerosis هذا هو يأتي من الهوموسيستين والكوليستيرول هو الذي يسبب هذه الأشياء ثم إذا كان بسم كثير والشخص لا يتحرك ثم كان هناك كذلك خلال فيزيولوجي اللي يجعل الكوليستيرول لا يتأكسد يعني يمشي من الحميد الخبيث سيقع جميع المشاكل في الجسم سيقع جميع المشاكل في الجسم ليس يعني مضاعفة قلب الشراين فهذا هو القوة قوة الحمض الأوميغا ثلاثة وهي قوة حبوب الكتان في التغذية ولذلك إذا تناول الشخص حبوب الكتان بانتظام في تغذيته فسيكون لديه مخزون تركيز عالي من حمض الأوميغا ثلاثة ثم لا تصاب هذه الشراين لا يصاب القلب وفي نفس الوقت بالنسبة للنساء مثلا اجتماع حمض الأوميغا ثلاثة مع الليجنانات مع الألياف الخشبية شاعير قمح مخالة يعني القمح الكامل أو الشفان هذا الخرطال أو حتى هذه الليجنانات أو الألياف الخشبية مع حمض الأوميغا ثلاثة يعني يخلي سرطان تدي من المستحيل لقع لأن الحديث فيزيولوجي لقع به هذا هما إما هرمونات زينوبيوتيك هرمونات خارجية لتأخذ المرأة هذه الهرمونات يكون هناك يعني ضغط كبير لهذه الهرمونات يسمى شك هرمونات شك هذا يخلي الأعضاء التي تعيش تحت هذا التأثير الهرموني لمن المبيض من الرحيم لمن التدي من البروستات عند الرجال يخلي هذا العضو يعني قريب جدا من أي مشكل داخلي منه سرطان يعني يكون قريب ولذلك كان نلاحظه على أن سرطان عند النساء يتركز في هذه الأعضاء المبيض والرحيم والتدي خصوص تدي وكان سرطان تدي في المغرب أكثر الآن ذا بطلع الرحيم لماذا لأن حتى نمط العيش والتلوث وذلك شيء مع الأسترس مع المسائل عند النساء طبعاً قد يكون أنواع سرطان تتغير وتتبدل عن نسبتها حمض الأوميغا 3 يكبح هذه التحول خلايا لأنه لمن خلايا تدي لما تتأكسد تصبح مالينيتي يعني تطي مالينيتي تتكون خلية سرطانية حمض الأوميغا 3 يحبث هذه الحادثة مع الليغنانات لماذا؟ لأن الليغنانات يتعطي الأنتيرولاكتون والأنتيرولاكتون الأنتيرولاكتون هو اللي يحبث هذا الظهور سرطان على مستوى تدي والبروستات كذلك عند الرجال ثم أن حمض الأوميغا 3 كذلك يكبح تأكسد تستوستيرون يعني التستوستيرون هذا الهرمون رجال إذا تأكسد يصاب الرجل بصلاع